قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين جدنبوا الضاغود أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم در أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألواله ثم يهيج فذراه مصفرا ثم يجعله حطوما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب قل إني أمرد أن أعبد الله مخلص وله الدين قل إني أمرد أن أعبد الله مخلص وله الدين قل إني أمرد أن أعبد الله مخلص وله الدين وأمرد أن أكون أول المسلمين وأمرد أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون لهم من فوقهم ذلل لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون لهم من فوقهم ذلل لهم من فوقهم ذلل لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين جدنبوا الضاغود أن يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين جدنبوا الضاغود أن يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين جدنبوا الضغود أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم در أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألواله ثم يهيج فذراه مصفرا ثم يجعله حطوما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم در أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألواله ثم يهيج فذراه مصفرا ثم يجعله حطوما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم در أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألواله مختلفا ألواله ثم يهيج فذراه مصفرا ثم يجعله حطوما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لي أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيد ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم الكيامة ألا ذلك هو الخسرون المبين لهم من فوقهم ذلال من النار ومن تحتهم ذلال ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون والذين تتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادة الذين يستمعون الكول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحدها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فطراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب